أيام عقب كشف عبد الرزاق مقري عن حركة انشقاقية مرتقبة في حركة مجتمع السلم على علاقة بجناح سلفه على رأس الحركة نفى رئيس المنتدى العالمي للوسطية أبو جرى سلطاني وجود أي نية للانشقاق يؤازره في ذلك الرئيس الأسبق لمجلس شورى حمص لا يمكن أن تقول أن هناك حركة انشقاقية في أي حزب ولا في أي جماعة إلا وتملك الدلة لإطلاق مثل هذا الحكم أو الاتهام لا توجد أي إشارة تدل على أن هناك نية للانشقاق لأن القانون الأساسي للمنتدى العالمي الوسطية واضح وتحركتنا كذلك في الميدان واضحة وقد قلنا بالفم المالآن نحن منتدى فكري اقتصادي اجتماعي ثقافي فني رياضي سياسي لكننا لا نمارس الحزبية لذلك فتصريحات مقر واتهاماته للأعضاء في الحركة بالانشقاق لا تعني في جوهرها أبرز قياديين في حمص هندسا المنتدى العالمي للوسطية ومن يدور في فلكهما نحن طمئن كل الذين يتحدثون عن انشقاق بأنه لا توجد أي نية للانشقاق ولو كنا راغبين أن ننشأ حزبا لأنشأنه من أول مرة وإن صحت الأنباء التي تتحدث عن انشقاق جديد في حركة مجتمع السلم فذلك قد تكون له علاقة بالتناقضات الموجودة بين تياري المعارضة والمشاركة داخل حمص ترجمة نانسي قنقر